موسيقى يبدو أن الإهمالة وقلة الحيلة لم يقتصر على الأحياء بل وصل إلى الأموات في المقابر فمقبرة عوجان القديمة في محافظة الزرقاء المغلقة منذ سنوات طويلة تعاني من انتهاكات صارخة وإساءات بالغة للموتى المقبرة شيدت قبل 60 عاما بلا أسوار أو حراس وبلا حماية أو صيانة شق الشارع وباعد بين الأموات بعضهم على هذه الضفة من المقبرة والآخر على الضفة المقابلة المقبرة تتعرض لمسلكيات كثيرة من أفراد قليلي العدد مستغلين قلة الاهتمام بها وغياب الحراسة عليها للوقوف عند هذا الموضوع ينضم إلينا الآن مراسلون محمد أبو علواني الذي وصل بمعية فريق رؤية للمكان إذن محمد صباح الخير ضعنا في الصورة لديك لو سمحت نعم صباح الخير أولى لك ولجميع المتابعين في برنامج هذا الصباح حقيقة نحن متواجدين في محافظة الزرقاء وبالتحديد أمام مقبرة عوجان القديمة في منطقة عوجان هذه المقبرة التي تتعرض إلى انتهاكات كبيرة من المواطنين ومن المجاورين ومن أصحابين السلوك السيء خاصة أن هذه المقبرة بدون أسوار وتفتقر إلى عمليات النظافة المستمرة في الحقيقة الأهالي نادوا وطالبوا الجهات المعنية والبلدية أن يكون هناك حل لهذه المقبرة وأن يكون هناك حل ووضع أسوار وتأمين حماية لازمة لهذه المقبرة وتأمين مستوى النظافة لها عدا أن هذه المقبرة يقسمها شارعين هذه المقبرة التي تأسست منذ أكثر من 60 عام ومغلقة منذ سنوات عديدة تتعرض الآن لانتهاكات صارخة وإساءات بالغة للموتى حقيقة هذه الانتهاكات وهذه المقبرة سببت إزعاج لدى المواطنين ولدى القاطنين في هذه المنطقة مما دعاهم إلى أن ينادوا دائما في صوت عالي وفي صوت مرتفع إلى جميع المواطنين وجميع الأهالي وإلى جميع الجهات المعنية أن يكون هناك حل سريع وجذري ينهي هذه المشكلة للحديث أكثر عن هذه المشكلة ينضم إلينا بعض المواطنين من سكان هذه المنطقة يعطيك العافية جزاد صباح يعطيك العافية تحكينا عمي أهم ما يتواجهون مشاكل في هذه المقبرة تعوجان القديمة التي أنشيت أكثر من 60 عام نحن نشكر قناة رؤية على استطافتها بعوجان على المقبرة مقبرة تعوجان القديمة نحن نعاني يا سيد العزيز من مشاكل أنه عدم إلها صور اثنين يا سيد العزيز مقبرة يكبوا فيها الزبالة ثلاثة يا سيد العزيز لا يوجد لها حارس أربعة يا سيد العزيز يمرق منها صيارات يا سيد العزيز وداخلها يدخل فيه ناس ممكن يدفنوا فيها ناس لا نعرف ولا ندري يا سيد العزيز ما هم الذي داخلها ونتمنى منكم ومن قناة رؤية أنه يسير العزيز أنه تعطونا طلباتنا الذي يسير العزيز نطلبها إن شاء الله خلال الجهات المعنية أنه نتوصل لحل معنا أيضا أحد المواطنين من سكان هذه المنطقة يسعد صباحا المقبرة كما نرى مدمرة ووضع غير لائق أبدا لأن يكون حرمة للقبور تحكينا شو أهم المعاناة حرمة أموال والله من أنت شايف كيف حتى مكب زي مكبات النفايات صارت المقبرة وكذلك السيارات يعني بتطلع فوق القبور فوق المقبرة وحتى حرمة الأموات ما في إلها حرمة يعني لا حارس ولا صور ولا أي شيء يعني مش مقبرة مش مقبرة هاي عبارة عن صارت مكب نفايات يعني بدنا حل حل يعني حل جدري له الشغلة هاي يعني من عاني من السنين وإحنا نقدم للبلديات للأوقات لكل الدنيا ما خلينا محل وإحنا نقدم عشانها المقبرة السيارات وطلع فوق القبور المكسومة ما هي متجابة شايفين المنظر تبعها لا صور ولا حارس شكرا إليك يعني في الإضافة أيضا إلى المشاكل المحاذية للمقبرة هو الشارع المحاذي للمقبرة يعني معانا أيضا أحد المواطنين للحديث عن الشارع المحاذي للمقبرة يعني يعطيك العافية عمي وسعد صباحا والله أنا من رأي أنهم يلغوا هذا الشارع هذا بالمرة شو ما لهذا الشارع؟ شو بيسبب لكم؟ يعني بيعجد على حرمة الأموات يعني السيارة الشارع ضيق إلا كل سيارة تطلع من الثانية توزي على الثانية تضيق عليها يعني ما في مجال سيارتين مرقن بدون ما يتعدن على القور يعني هذا الشارع الذي يتوسط مقبرة عوجان وأيضا هناك مشكلة أخرى له هو الشارع المحاذي لمقبرة عوجان في الأسفل يسبب في فصل الشتاء فياضانات بسبب الصف الصحي يعني هذه مجمل مطالب المواطنين هنا في منطقة عوجان الآن ينضم إلينا الأستاذ فيصل الخلايلة رئيس مجلس المحلي للمنطقة الثالثة في منطقة عوجان في بلدية الزرقاء أستاذ فيصل سعد صباح صباح الأنوار يا أهلا بيك صباح الوطن الجميل صباح جلال السيدنا صباح الأهل في مدينة الزرقاء وعلى مساحة الوطن أستاذ فيصل يعني جميع مطالب المواطنين الذي يطرح في محافظة الزرقاء وبالتحديد في المنطقة الثالثة بالتأكيد هي مطالب محقة مقبرة عوجان هذه المقبرة القديمة التي أغلقت منذ سنوات عديدة تعاني اليوم من إهمال شديد وهناك نقص وشح في الخدمات بالنسبة إليها ما هي إجراءاتكم كبلدية الزرقاء هل هناك عطاء لعادة صيانتها أو وضع أسواب إلها وهل هناك حملات نظافة بالنسبة إلها بداية أسمح لي أستاذ محمد أن نترحم على شهدائنا في الوطن خاصة شهداء اللي سقطوا في حادثة البحر الميت وشهيد الواجب بالأمس اللي كان مع مجموعة من عملاءه يحارب آفة المخدرات في منطقة عمان حقيقة لابد من إحنا نكون على بينا وأنا بدي أحكي للسادة المشاهدين والمستمعين أن بلدية الزرقاء لازال تمر في ضائقة مالية وأن المخصصات المرسودة لبناء هذه المقبرة التي تسمى مقبرة عوجان وفي مقبرة أخرى في منطقة الجبل الأبيض تسمى مقبرة الخلائلة هذولا رصدنا إحنا نألهم بموازنة 2018 لعمل أصوار على هذه المقابر لحرمة القبور وأهلها لكن إحنا تعرف أنه لغاية الآن الضائقة المالية التي تمر فيها موازنة بلدية الزرقاء غير قادرة على طرح عطاء لهاي المقبرة وأنا أناشد أهل الخير حتى إحنا نكون مجتمع متكافل متضامن متعاطف إذا أهل الخير المساجد والمراكز الصحية أنهم يساعدون في عمل صور لهاي المقبرة كيف المبلغ كان مرصود إلها؟ لا يوجد أن نرصد إلها لأنه ليس موجود أصلا بس إحنا كمجلس اتخذنا قرار بوضع صور لهاي المقبرة ومقبرة الجبل الأبيض وضع صور أنه طرحنا على المجلس البلدي أنه لابد من طرح عطاء على هذه المقبرة لوضع صور إلها لحرمة المقابر لكن لعدم توفر المخصصات المالية في بلدي الزرقى ما انطرح عطاء لهذه المقابر المقبرة الجبل الأبيض ومقبرة عوجان وإحنا موجود في دائرة العطاءات أنه المجلس المحلي في المنطقة الثالثة قرر بإنشاء صور على هذه المقابر وخاصة أنه نحن للأسف الشديد أخي محمد أستاذ المستمعين إذا بتلاحظ هذه المقابر عمرها فوق السبعين سنة يعني مر عليها مجالس عشرات المجالس ليش ما بنصور عليها ليش ما تذكروا أنهم يبنوا صور عليها ليش الآن إحنا مجلسنا بدوا يعمل كل الأصبار على المقابر ويعمل 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 لكن هذا واجبنا أستاذ فيصل خلينا نحكي أنه هذه السرقة من زمان ليس من اليوم نعم خلينا نحكي أنه ليعيق العمل أستاذ فيصل اليوم هو عدم توفر مخصصات مالية فيها البلدية وهو ما يعيق الآن العمل في هذه المقبرة أو إنشاء صور لها أو سياني بدها طرع عطاء والعطاء أنت تعرف نظام اللوازم الجديد أي عطاء تطرحه لو دبوس بد يكون مخصصات موجودة في البنك في ضمن الصندوق الذي أنت طارح للعطاء له وانت تعرف بلدية الزرقة مديونة بحوالي 34 إلى 35 مليون لغاية الآن هذا العبئ الكبير على كاهل بلدية الزرقة نشدنا وزير البلديات من خلال بنك تنمية المدن والقرى ونشدنا نواب الزرقة ونشدنا دولة رئيس الوزراء في اجتماع قبل شهرين أنه نحن بدنا تساعدونا في جدول الديون البلدية وبعض الأمور الأخرى منها طرح عطاءات للمقابر الموجودة في منطقة الثالثة حقيقة أنا بدي نكون صادقين مع نفسنا المنطقة الثالثة منطقة منكوبة أنا بدي أقول لك منكوبة من نيحة المشاريع لا فيها حدائق مثل البشر لا فيها شوارع زي البشر لا فيها أصوار مقبرة ما فيها نوع يعني ما فيه إلا إلا هالخدمات اليومية حتى النظافة إحنا بحاجة يعني أنت تصور عندنا خمس آليات ثلاثة منهم دائما مع الطلات وإحنا أستاذ فيصل يعني بدورنا كمان في رؤية نناشد وزارة البلديات في الدعم في الدعم المطلق لبلدية الزرقاء وللمواطنين والنظر للمواطنين في محافظة الزرقاء حتى تتم المشاريع في هذه المحافظة وحتى يكون هناك عمل مستدام وعمل دائم في هذه المنطقة هذا كل ما لديه من محافظة الزرقاء من مقبرة عوجان ومن المنطقة المحاذية لمنطقة عوجان أنقل الكلمة الآن للزملاء في استيديو هذا الصباح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر